اوقات الفراغ عندما يبدأ موسم الإجازة الصيفية نجد أنفسنا في حيرة كبيرة سواء كنا نعمل في وظيفة أو لا نعمل فأولادنا موجودون في البيت في إجازة طويلة ولكنها مهما طالت فهي قصيرة بالنسبة لهم ولكن بالنسبة لي كأم كنت أشعر وكأن الزمن يمططي سلح فا عمرها أكثر من ثلاثمائة من الأعوام ودائما ما كانت الإجازة الصيفية متعبة ومرهقة نفسيا لي رغم أننا كنا دائما ما نسافر خلالها وكون أن أولادنا يبقون في المنزل لا يشغل وقتهم أو عقلهم أي أنشطة مفيدة كان يشعرني بإحساس مخيف من الفشل وقلة الحيلة وكنت دائما ما أشعر أنه من غير المقبول أن نظلم أولادنا وأن نضيع شهرين من كل سنة من أعمارهم دون أي طائل تعلمت بمرور السنين أن أخطط روتينا يوميا وجدول أنشطة أثناء الإجازة وكما عرضتني أمهات صديقاتي ودافعنا عن سماحهن لأبنائهن وبناتهن بالنوم حتى ظهر اليوم التالي والسهر طوال الليل واللعب الدائم على ألعاب الفيديو أو وسائط التواصل الاجتماعي ودافعت صديقة من صديقاتي باستماتة عن موقفها وقالت لي أحسن أنهم قاعدين في البيت ما بيعملوش حاجة غلط ولا بيخرجوا ولا بيشوفوا ناس وحشة وجهة نظر وأنا أحترم جميع وجهات النظر لكنني أراها نظرة قاصرة ومحدودة عدم أخذنا العطلة الصيفية على محمل الجد وصفة لتحويل أبنائنا إلى مدمنين نعم مدمنين فالتأثير الرهيب لألعاب الفيديو يحدث إدمان سلوكي وهذا الإدمان السلوكي يسبب اعتمادية قوية على اللعب ليتسنى لأمخاخ أولادنا حث أجسادهم على إفراز هرمونات السعادة واعتياد ممارسة مثل هذه الألعاب لا يتيح لأبنائنا الفرصة للاستمتاع بأي نشاط آخر وللأسف بدأنا نسمع عن أزواج يهملون زوجاتهم لقضاء ساعات وساعات في لعب مثل تلك الألعاب أو مشاهدة الأفلام الإباحية كلما حقق أطفال نسكور أو هزموا وحشا من وحوش اللعبة أو تخطوا مستوى جديدا كلما شعروا بالسعادة والنشوة وعندها تتحفز أمخاخهم لإفراز تلك المواد التي تشعرهم بالسعادة ويصبحون في حاجة لإمداد مستمر من هذه المواد وأسهل طريقة للطفل حينها هو لعب هذه الألعاب وهو ما يحاقق له ذلك بأقل مجهود ولا أمكر أبدا أن هذه الألعاب تتطلب تفكيرا متقدا وذكاء ناضجا إلى جانب تآزر عضلي حركي عصبي ولكن بعد أن تنتهي مرحلة التدريب الأولى على اللعبة سيعتاد الطفل عليها وعلى المهارات التي تتطلبها ولن تسهم اللعبة في إذكاء قدراته العقلية أو العصبية أو الحركية عندما أدركت خطورة هذه الألعاب على عقل وقدرات ولدي قررت أن أضع لهما برنامجا بديلا وفي سبيل هذا عانيت معهما ومررت بعدد من الصعوبات أهمها مقاومتهما لأي اقتراح أقدمه لهما والذي أفادني كثيرا أننا بدأنا هذه المعركة في سن صغيرة ووضعنا معا برنامجا للعطلة الصيفية وفق الخطوات التالية واحد على ورقة كبيرة بدأنا نخطط اليوم بدءا من استيقاظهما في الصباح وحتى موعد النوم وفي العطلة الصيفية لم أهتم كثيرا باستيقاظهما مبكرا ولكن لأننا حافظنا على نفس موعد النوم أثناء الدراسة فقد لازم ولدي على الاستيقاظ مبكرا اثنان شامل جدولهما اليومي ساعات اليوم ساعة بساعة وبدأنا معا التفكير في أنشطة أخرى ففكر ولدي في القراءة والرسم وحل الألغاز والذهاب للمكتبة والتدريب وزيارة أصدقائهما كما حملتهما مسئوليات في المنزل كغسل الأطباق والأكواب بينما أغسل أنا بقية الأوعية والآنية التي يصعب عليهما غسلها ثلاثة شامل جدولهما أيضا ساعة للمذاكرة ولكن هذا يختلف تماما عما يحدث في بعض الأسر حيث يذهب الأطفال لحضور الدروس مع مدرسينا للاستعداد للعام الدراسي التالي فيقع أطفالنا تحت ضغط عصبي مستمر ممتد لأيام الدراسة الفعلية أربعة خصصت أنا وزوجي جزءا من دخل الأسرة ووجهناه لهوايات مثل السباحة والكونجفو وتعلم العسف على آلة موسيقية ولكنني أعلم أن بعض الأسر لا تمتلك القدرة المادية فيمكنهم البحث عن دروس تعلم أطفالهم هوايات مختلفة على اليوتيوب وهناك دروس كثيرة في الرسم والموسيقى التي يمكن أن يتبعها لأطفالنا لتعلم بعض المهارات وقضاء الساعات في أنشطة ممتعة وهكذا ببعض التفكير والتخطيط وإشراك أطفالنا في التخطيط يمكننا ملء أوقات الفراغ والعطلة الصيفية الطويلة بأنشطة متنوعة ويمكن لأطفالنا التنقل من نشاط لنشاط من رسم إلى عسف الموسيقى إلى قراءة مجلة علمية إلى التدريب الرياضي ولكن كل التخطيط وكل التفكير وكل الحوار لن يكون له أي تقييمة حتى يتحل الأب والأم بالشخصية القوية أمام أطفالهم للأسف لقد تنازل الكثيرون منا كأمهات وآباء عن دورنا الحقيقي أمام بكاء أطفالنا وصراخهم وضرب الأرض بأرجلهم ونحن نتخلى عن دورنا في التربية في كثير من الأحيان مدفوعين برغبة عارمة في التخلص من وجع الدماغ أو عن جهل منا بدورنا الحقيقي وما يجب علينا القيام به ويؤسفني أن أقول لكل أب وكل أم تخليع عن دورهما أنكما لا تستحق هؤلاء الأطفال عزيزة الأم هل من الممكن أن تجيبيني بصراحة عن هذه الأسئلة كم من الوقت تضيعينه يوميا على السوشيال ميديا وكم من وقتك تضيعينه في القيل والقال وكم من وقتك وطاقتك الذهنية تضيعينهما في مشاحنات لا طائلة منها مع زوجك أو حماتك أو جارتك أو أي شخص آخر اسألي نفسك هل أنت جديرة بالأمومة إن أهم دور للأم هو دور الرقيب ضد الإفراط لذا عليك أن تحددي وقتاً لابنك أو ابنتك لممارسة ألعاب الفيديو أو مشاهدة الفيديوهات على الآيباد واجعليها مشروطة بأداء مهام معينة وحددي لهما مهام معينة من ضمن الأعباء المنزلي ومن واقع خبرتي فإن الأطفال من سن ثلاث سنوات يمكنهم ترتيب أسرتهم وغسل طبق أو كوب من البلاستيك ولا نتوقع منهم أن يؤدوا هذه المهام بدقة وإتقان لذلك يجب علينا فقط تشجيعهم التحفيز والتشجيع من أقدم الكتب التي قرأتها في تربية الأطفال كتاب تربية أطفال إيجابيون في عالم سلبي للمؤلف والمحاضر زيجزيجلر والذي تعلمت منه دروساً هامة أهمها على الإطلاق أن الشعور بالحافز الداخلي شعوراً مؤقتاً يأتي ويزول وقد شبهه زيجلر بالاستحمام فلكي نحافظ على نظافتنا الشخصية علينا أن نستحم بانتظام وهذا ما يجب أن نقدمه لأبنائنا وهو التحفيز المستمر والدائم ولكن المعضلة هنا هي أن نربي أطفالاً يعتمدون اعتماداً كلياً علينا أو على أي مؤثر خارجي ليكون لديهم هذا الحافز والدافع للنجاح وحل هذه المعضلة يكمن في أن نعلمهم كيف يحفزون أنفسهم عندما تفتر عزيمتهم أو تطول بهم الرحلة الوصول إلى النجاح أخبرتني صديقتي عن ابن أخيها الطفل الألمعي الذي طالما شجعه أبواه وزرع فيه منذ الصغر أنه يمكنه فعل أي شيء وأن ذكاؤه سيمكنه من اكتياز أي تختبارات وربط الأب والأم دائماً بين ذكاءه الفطري وقدرته على اكتياز المصاعب وهذا النوع من التشجيع يعد تشجيعاً ساماً لأنه لا يغرس حب العمل الجاد في عقل الطفل ويمكن للكثير من الأطفال وخاصة في العمر الصغير تحقيق النجاح الأكاديمي ببذل مجهود أقل مما هو مطلوب بذله في الأعوام الدراسية المتقدمة تكمل لي صديقتي قصة ابن أخيها من أنه بعد أن وصل للمرحلة الإعدادية ازدادت صعوبة المواد الدراسية فلازم عليه بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد وعندها بدأ الولد يشعر بضعف إمكانياته وقدراته الأكاديمية من تحصيل وذكاء فتزعزعت ثقته بنفسه وتبدل تعامل الأب والأم معه ولم تسهم الدروس الخصوصية في رفع مستوى مرة أخرى والأسوأ من ذلك أنه تحول لشخصية اعتمادية مصاصة لجهد وتعب الآخرين عندما أتحدث عن التشجيع لا أعني أن نوهم أطفالنا بقدراتهم الخارقة وإنما تشجيعهم على بذل الجهد وإعادة المحاولة عند الفشل ومقاومة الإحساس باليأس بعد المحاولة الفاشلة لذا فإن التشجيع الذي أعنيه هو عكس التصبيط وبدل من أن نثني على ذكائهم نثني على العمل والمحاولة وأن لا نتعامل مع أخطائهم على أنها فشل أو إخفاق وحثهم على تحليل قدراتهم وأسباب الخطأ إن حدث والأهم أن لا نسمح لهم بتعليق أخطائهم على شماعات الآخرين وهناك أمر غاية في الأهمية أريد من مناقشته هنا وهو كيف أننا كآباء أو أمهات يمكننا أن نرتكب خطأا فادحا في حق أنفسنا وفي حق أولادنا عندما نربط نجاحنا الشخصي بنجاحهم الشخصي حسب مقاييسنا نحن فأنا كسيدة ناجحة على المستوى الشخصي والمهني وتركيزي على تحقيق أهدافي والقيمة الكبيرة التي أوليها للإنجاز أجبرت نفسي أن لا أفرض سقف توقعات عالية للغاية على ولدي أو أن أطلب منهما تحقيق ما أخطط له على أعلى مستوى نعم أنا كأم أشعر بفخر شديد عندما يحصل ولدي على أعلى الدرجات أو يحقق مراكز متقدمة في البطولات الرياضية ولا أمكر أنني أحب التباهي بهما لكن توقع الامتياز طول الوقت في بادئ الأمر خلق ديناميكية خشنة في التعامل بيني وبين ولدي الأمر الذي استمر حتى أدركت أن حياتي ليست حياتهما ونجاحي لا يعتمد على نجاحهما وعاتبت نفسي عندما أدركت أنني أشعر بالحرج والفشل كأم إن لم يحصل على جائزة أو يرتقي أداءهما للمستوى الذي خططت له ولذلك قررت أن أستمر في تشجيعهم طوال الوقت وأنا أتجنب أي رسائل متضادة مثل أنا فخور بك لكنني كنت أتمنى أن تحصل على درجات أعلى أو لقد أحسنت لكنني أعتقد أنك لم تبدل الجهد الكافي واستبدلتها بعبارات مثل أنا فخور بك وبما حققته وأؤمن أنك على الطريق الصحيح لتحقيق المزيد أو لقد أحسنت وبذلت كل ما في استطاعتك وستحقق مركزا أفضل في المرة القادمة كذلك أصبحت حريصة على أن أعرف ما هي الأهداف التي يريدون تحقيقها بعيدا عن تأثير أحلامي أنا أو خططي أنا لهما الأهم بالنسبة لي أن يظل يحترمان ذاتيهما وأن يتقدما دائما أكثر ما يحبطني عندما أرى ديناميكية العلاقة بين بعض الآباء وأبنائهم من المراهقين فبذلا من أن يذكي الآباء حماسة أبنائهم ويقولون لهم لديك بذور النجاح داخلك أو ليس هناك شيء في الحياة لا تستطيع تنفيذه بكدك وتعبك نجدهم يستخدمون عبارات التقليل من الشأن والتصبيط وبعد ذلك نتساءل لماذا لا يشعر أبناؤنا بالحماس والإثارة تجاه مستقبلهم لذا كنت دائما ما أسأل ولداي كل صباح ما الذي تتطلع إليه في هذا اليوم نفسك في إيه النهاردة لأنني مؤمنة أنني في اللحظة التي نتخلى عن شغفنا بالمستقبل ستتشابه الأيام وسننتقل من الحياة إلى مجرد العيش وسنسمع أنفسنا نتنهد ونقول أهي عيش والسلام وهذا ما أكرهه لنفسي ولولداي ولأي شخص أحبه فاجعل من أمور حياتك الثابتة كأب أو أم أن تستيقظ صباحا لتؤجج اللهيبة في عقول أبنائك وأن تحافظ على حماستهم للمستقبل عاليا وأن لا ينظروا باحتقار لإنجازاتهم الأعباء والمسؤوليات في كتابها كيف تربي إنسانا ناضجا أوضحت جولي ليثكوت هايمز أن عدم تحميل أطفالنا مسؤولية معينة يعني أن هناك شخصا آخر سيقوم بها بالنيابة عنهم فمثلا ترتيب أسراتهم أو وضع الألعاب في أماكنها المخصصة بعد اللعب أو وضع أطباقهم في حوض المطبخ كلها مسؤوليات بسيطة يمكن لأطفالنا القيام بها ولكننا بعدم تحميلهم هذه المسؤوليات نعلمهم دائما أن هناك شخص ما على استعداد للقيام بهذه الأمور نيابة عنهم وهذا يعوقهم عن فهم الواقع وكيف أن كل إنسان مننا مناطن بمهام معينة حتى تدور عجلة الحياة وأذكر أن حكى لي زوجي عن موقف حدث له مع طفل من الأطفال حين سأله زوجي لما تكبر عاوز تشتغل إيه فأجابه الطفل أشتغل ليه ما هو بابا بيشتغل ومرة أخرى أخبرني صديق من أصدقائي أن زوجته قد أكملت واجب ابنتها في الحضانة نيابة عنها حتى لا تعنفها المدرسة لأن حسب قولي البنت لست صغيرة ومش فهم حاجة وعندما عادت الطفلة من الحضانة أمرتها أمها بعمل الواجب فردت عليها الطفلة ببراءة أنا هنام والساحرة الطيبة هتعمل وننيمة وعانت الأم معها كثيرا فيما بعد لأن الطفلة لم يكن عندها أي حافز أو قدرة للمذاكرة وحل واجباتها بمفردها الأمر الذي لازمها لسنوات وسنوات من تجربتي مع ابناي وجدت أن تكليفهما ببعض الأعمال المنزلية المناسبة لأعمارهما في المراحل المختلفة قد أصل لديهما روح الالتزام وتحمل المسؤولية بل زاد من تعاطفهما معي ومع أبيهما عندما يراني حرصنا على العمل والكفاح لبناء مستقبل أفضل لأسرتنا وكذلك لاحظت أن نهجي في التربية قد سقل قدراتهما للعمل في مهام معينة دون الاعتماد على أحد ولا أذكر يوما أن جلست لساعات إلى جوار أي منهما لعمل الواجب فقد كنت أبدأ جلسة عمل الواجب بمناقشة ما يجب عليهما عمله والصفحات الواجب عليهما كتابتها أو الأسئلة الواجب عليهما حلها بعدها أضبط منبها صغيرا وأخبرهما أنني سأذهب إلى المطبخ لأداء مهامي من غسل الموعين أو كي الملابس وعنما يرن المنبه أعود إليهما لأرى ما عمله وأشرح ما استعصى عليهما فهمه أو تصحيح الخطأ وعادة ما كنت أمنحهما مكافأة ما إذا تمكن من عمل الواجب في الوقت المحدد وتؤكد الكاتبة جين هاتميكر في كتابها من أجل الحب الكفاح من أجل النعمة في عالم مستحيل المعايير أن دور الأب الحقيقي هو إعداد ابنه لوعورة الطريق وليس تعبيد الطريق الوعر للإبن وتعطي مثالا بأن أطفالنا ربما واجهوا معلما سيئا في المدرسة أو عليهم القيام بكم من الواجبات المنزلية أو موعد للامتحان أو تسليم مهمة دراسية ما لذلك علينا أن نعلمهم كيف يتعاملون مع مثل هذه الأمور والتي سيواجههم مثلها عندما يكبرون ولذلك عند تحميلهم بعض المسئوليات فإننا نعدهم لما سيواجهونه في المستقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة